حاجة مهمة جدا انك تعرفها طبعا يعني شرحتها كتير جدا جدا قبل كده في لغات برمجة كتير على القناة فعلشان كده مش هشرح تفاصيل قواعد البيانات في بايثون ليه لان شرحناها زي ما قلت لك كتير قبل كده في لغات تانية فانا عايزك تبقى عارف نظام قواعد البيانات وتبقى متعامل معا وفاهم فيها قبل ما تبدأ تربط البيثون مع الماي سيكوال ليه علشان تكون متمكن من قواعد البيانات نفسها لان زي ما قلت لك قبل كده بايثون دي لغة برمجة خلاص اتعلمتها وشغل بيها قواعد البيانات لها علم لوحدها وليها شغل لوحدها وليها طريق التعامل فلما هتيجي تخلط انت هتخلط ما بين لغة البرمجة وما بين قواعد البيانات يعني لازم تكون فاهم لغة البرمجة كويس ولازم تكون فاهم قواعد البيانات كويس فعلشان كده اعمل زي ما بقول لك ادخل على اليوتيوب واكتب اكاديمية حسونا ودوس انتر وبعد كده عايزك تدخل على القناة اوكي هتدخل على القناة وهتجيب هتلي البلايلست حلو؟ طيب البلايلست انت بقى ايه هتشوف اللي قدامك طبعا اللي قدامك ده مش كل حاجة انت هتنزل في كتير كل ما هتنزل كل ما ايه هيظهر لك شوية كل ما هتنزل كل ما يظهر لك شوية يعني زمان كان بيجاب لك زرار لود مورو بتدوس عليه لكن دلوقتي ايه حد سوهم شوية خلاص المهم هنا بقى انا عايزك تعمل ايه هنا انا فاكر كان فيه بلايلست خاصة بقواعد البيانات بص قواعد البيانات اسمها لي اللي حاجتين اول حاجة اسمها لعلم تحلل بيه البيانات تمام وتوصل لبيانات اه اوبتميز مرسومة على ورق بعد كده تتحول للريشنال على قية ودي شرحناها في دورة قريبة اللي هم هتلاقيهم هي دي البلايلست دي بص يليك يمين عليها وهقول لها اوبن على تاب جديد وهدوس على اللينك من فوق بتاعها من هنا اه ها اه 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 حاطتها عندك في الفيفوريت خلاص؟ تحطها عندك اه في الفيفوريت بالمنظر ده كده اوكي خليها معك خلاص دي كده اا تبدأ معك بقصة جميلة جدا وهتفهمك يعني ايه بيانات ويعني ايه قواعب بيانات ويعني ايه يعني هتفهمك القصة كلها وبعد كده هتديك مثال يطبق على القصة اكتر وبعد كده هتديك شهات مفاهيم وتفهمك النظام ماشي ازاي وتحليل البيانات ازاي والكلام ده كله هتخلص معك لمستوى بفضل الله جميل جدا خلاص اهي لا تنساش هيا البلاي لست ده تمام وبعد كده تدخل بقى على ال data business نفسيها انا فاكر بقى ان كان فيه هنا بلاي لست ماي سيكوال اهي شايفها لا مش دي دي محطوط عليها ماي سيكوال ده دي ما صار الويب لا فيه واحدة انا فاكر كانت بلاي لست ماي سيكوال فقط كانت قبل كل ده نبص هي دي اهي 17 فيديو بس اه 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 اوبن في نيو تاب ودوس عليها برضو من فوق الرابط بتاعها كده اه اه ده رابط بتاعها من فوق اه اه هيقفل ده كده اه ده رابط بتاعها من فوق خلاص برضو شيلها في الفيفوريت عندك اهو ماي سيكوال خلاص ماي سيكوال دول الكام فيديو دول هيقسسوك تمام فبعا انت هتبدأ من اول ايه من اول كريات ديتابيز ما تشغلش بالك بتنزيل ده لان كده كده ده هتلاقيه هيتشرح ان شاء الله في البيتون اللي هو انستول اكس اي ام بي بي هنشرح ان شاء الله في ايه في البيتون فمحتاج ان انت تعرف من اول كريات ديتابيز لغاية الاخر في الايه في الماي سيكوال ليه انا خصصتلك البليس دي مخصوص علشان دي خاصة بالماي سيكوال دلوقتي تمام وهتديك برضو فكرة كويسة هتديك ايه هتديك فكرة كويسة في الموضوع ده بفضل اهو موضوع الايه الماي سيكوال مع لغة السيكوال مع الكلام ده كله فهتبقى داخل وعندك خبرة وعندك بقى حاجات تانية كتير هنا في الاكاديمية بفضل الله اي حاجة تحب انك تتعلمها بفضل الله هتلاقيها تدخل تتعلمها وتزبط اللي انت عايزه عندك حد مسلا عايز تبعتلك كمبيوتر عندك كمبيوتر اهو عندك وبرمجة عندك ويب عندك كل حاجة حتى التصميم والدزاين فيه فوتشوب وفيه الستريتور اهو والفوتشوب هتلاقي معمول من قبله بشوية او الفوتشوب مواكس فيه حاجات كتير بفضل الله المهم عايزك تركز معي على الاتنين دول دلوقتي الار والكلام ده والقصة والحاجات دي تفهمك الدنيا فيها ايه كبيانات يعني تخرج بقى شوية برا ايه برا ايطار البرمجة يعني خلاص والمي سيكوال هتبقى فيه قواعد البيانات تقوم لما تدخل معي بقى في البيسون ونيجي نشتغل في البيسون يبقى كل حاجة هكتبها مش غريبة عليك وعارف يا بتعمل ايه بفضل الله استنى استنى رايح فين ويت انتظر سوان عملت اشتراك طب عملت لايك ده دوسة دوسة اشتراك عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك وما تنساش تدخل على موقع الاكاديمية www.حassonadashacademy.com وتسجل حساب عشان يعرفك وتكون معانا دايما انشر الخير للناس في كل مكان ربنا يكرمك بفضل الله اشتركوا في القناة